موسيقى كما كنت تعرفوا في هاد زمن كورونا كانت مجموعة من الصعوبات في مجموعة من البرامج مع شركة مجموعة من الصعوبات كما كانت الإشارة للسعوى وماتش ان انفست مع الاجئيزات والمينيستر دي فنانس وعلى سعيد جيهاوي مجموعة من البولدان دي المغرب العربي هذه المبادارات كانوا دارون مبادارات بشجوع الشباب لانكما تعرفوا مجموعة من الشباب تحبسوا مجموعة في الوقت وتخلق لهم صعبات كبيرة والحمد لله هذا البرامج ساعدهم لكي يطوروا المشاريع ويجعلوا مجموعة ويجعلوا مجموعة ويجعلهم ويجعلوا مجموعة ويجعلوا التعمل الذي يبدأوا ويذهبوا بعيدا على سؤال التقنية كيف يجعلوا هذا البرامج لا يوجد الناس الذين يتعملوا في المجموعة ولكن على المنظم كل شيء يدعى من الباد ويجعلوا البرامج بشكل مهم ويجعلوا مهتم ويجعلوا البرامج والناس الذين يتعملوا ويجعلوا بأرداء ويجعلوا كل البرامج كما تعرفون في الاسطرة فاكتوري كانت أدريك نحن نحن نحضرنا المقاولات الناشئة لأننا نعمل معهم لكي نحسنهم هذا هو الأقس الأول الأقس الأقس هو أن نعمل المقاولات الناشئة يعمل مع شرينكات الكوبرا لكي يأخذوا بقماند أو بقماند و الأقس الأقس هو الاستثمار لذلك نحن نحن نعلم للغرب لكي نصفوا الاستثمارات المستثمرين محن نسمى انجل فرافكا وما نتوقف فشيが عادة كانت أشغل في هذا المشارع غير المساعة لأنه مهم جدا في هذه الدعفية السعبة في هذا المنطقة الذي تعلمون في دولة الأمان فيها أولا المقاولات الناشئة كل الجهات دبعة عناية المقاولات الناشئة وهذا البرنامج عنده واحد الوبجيكتيف مهم جدا أنه يخلي مجموعة الشباب يستفدوا من التمويلات يخلي مجموعة من شباب يشوفوا شباب خارين اللي كينشحوا تهم يقولوا لاشت أنا مقدشت لنص المشاريع دي علي يخلي مجموعة من المستثمارين يقولوا لاشتسمار الشباب ونعاونهم باش يمشوا اللي طابداب خي لذا هم الأهداف اللي قلونا نكونوا شارك واحد شارك من مجموعة من الشركاء في هذه المبادرة وهي مبادرة على الصعيد الوطني اللي شارك فيها أكثر من 18 حاضرين لنحن بوحدنا اللي شارك فيها أوسي مجموعة من الشركاء الكبار اللي هوا بيانسر الإدواء اللي داك اللي داك اللي مبادرة على صورة هاد شركات الناشئة ووش نواقع في بلادنا الملايين دي المواطن دينا وهذا يخلي ان شاء الله هاد المشروع دي البرنامج يخلي مئة الالاف دي الليجون هما يخرقوا المقاولة ديناهم ان شاء الله في الأعوام الجاية ومجموعة بمستثمرين يدوروا انتقة ديالهم في شباب دينا وهكا ان شاء الله يكون عندنا بلاد قوي في مقاولة الناشئة بلاد قوي في مقاولة الناشئة ستستفيد من تلك الحويج أول مهمة هو استثمار مقاولة الناشئة يأتي ووضحوا بيزنس ديالهم ووصلوا في المشروع ويكون مجموعة بمستثمرين الذين يسمعون لهم وهذه المستثمرين يأخذوا واحدة ديسيجون ويستثمروا معهم ويكون المستثمرين وهناك مجموعة وليس يستفيد من مئة في مئة من استثمار لابد قوي في مقاولة الناشئة يقنع المستثمرين لكي يعملوا معهم ولكن فهو لا يوجد استثمار لذلك لا يوجد استثمار مادي مواكبة وكالمستثمر يعني هذا المستثمر سيعطي قليل الفلوس سيعطي قليل الوقت وسيعطي قليل المقاوين للشباب بالإضافة لهذا كان أيضاً للمشاريع المشاريع للشباب التي سيكون على ملايين المواطنين سيعطي لكم مهمة كبيرة ويجعل المشاريع للشباب بصفة سريعة جداً موسيقى نحن في أحد الضغفية كما نسميه إيديال وعندما كان زمن كورونا رأينا أنه رقمنا أخذت أحد الإنطلاقة كبيرة في بلدنا وهذا البرنامج كما تعرفون هو سبيسيال في الديجيطال يعني سيهز أكبر أكبر في مقاولتنا شئالي في الديجيطال كما تعرفون جلالة مالك نصر الله رأسه في فيبريع البرنامج لتجعل المشاريع والشباب يأخذوا القران من المشاريع في حالة الفائدة وعندما هذا البرنامج سيكون أكبر 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 ومشاريع ومن ثم نحن أخذنا ومعنا هذا الديجيطال والمشاريع ومعنا أن البلاد تحاول أكبر 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 هو هذا البرنامج الذي يجعل أكبر 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 وليس أكبر أكبر شكرا